الشوت الأول مصر عملت كرة عرضية واحدة الشوت الثاني عملنا ثمان عرضيات لو استعرضنا حتى أرقام المباراة الشوت الثاني مصر عملت ثمان عرضيات طب الثمان عرضيات دول انت عاملهم وخركت مصطفى محمد وخركت مصطفى محمد اللي هو بيجيه الدربات الرأس فانت حتى تغييراتك غلط يعني حتى تغييرات المتش غلط تعال نبص على أرقام المباراة برضو أول حاجة لنسبة الاستحواز بتاعت مصر سبعة وخمسين في المية الاستحواز بتاع نيجيريا تلاتة واربعين في المية عدد التمريرات الربعمائة سبعة وخمسين مقابل تلتمية وربعة وثلاثين التمريرات الطلية بتاعتنا أكتر تلاتة وستين هم تمانية وخمسين تعال بقى للعرضيات مصر عاملة كام عرضية تسعة منهم واحدة في الشوت الأول وتمانية في الشوت الثاني اللي بتكلم عليه هو اضطر ان هو ينزل زيزو على فكرة هو زيزو نزل قدل العادي بس الناس لما لقيت زيزو بيعمل شغل عشان احنا كان اداءنا سيء قوي فبدأ حد يعني يدي شوية روح فحست ان هو خلاص يعني ان هو الانقاذ بتاعنا بس طبعا زيزو العيب كواس جدا وواحد من احسن الباكات او الاجنحة اللي بتعمل عرضيات يعني نيجيريا عاملة عشرين عرضية تعال بص بقى المحاولات الاركام الكاريسية مصر عاملة في الماتشة اربع محاولات بس اربع محاولات منهم اتنين صح منهم فرصة واحدة بس محققة اللي هي الانفراد بتاع محمد صلاح بس نيجيريا عاملة خمستاشر محاولة منهم خمس محاولات صح تقلق الفراد بتاع محمد صلاح اللي هي في الشوت التاني اللي هي التمرير اللي زيزو لعبها له لما كاثر المسيط التسلل فانت تخيل مصر عاملة اربع محاولات بس منهم اتنين صح يعني انت العملت لبنيت هاجمة ولا عندك وسط ملعب الوسط الملعب بتاعك النهاردة مفيش احنا كان زمان الجيل اللي هو الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة كان سره قوتنا وسط الملعب وسط الملعب شوئي حسني عبد الربو احمد حسن وحسن غالي صح الاربع دول كانوا سره قوت مصر على مدار الجيل ده وسط الملعب طبعا بيدوا اريحية لابوتريكا بيدوا اريحية لزدان كانوا دايما لهم ما ترجعوش تدفعوا عشان قوت وسط الملعب النهاردة انت بتلعب نيجيريا مفيش وسط بنلعب بتلاتة وسط ملعب ومفيش وسط ملعب يعني انت بتلعب بتلاتة ارتكاز ومش حاسس ان في وسط ملعب مفيش بناء هجمة التغييرات بتاعتك ورايتك للمباراة مفيش طب انت ايه الفترة برضو يعني الفترة الجاية هل النجد ده او الكلام ده انت لازم تفكر في حلول خلاص انت عندك ماتشين جايين لازم تشوف مشكلة بناء الهجمة النهاردة انت بتخلي تريزيجير إيه تريزيجير ليرجع استلم ما بين يتنين المسا exemplo وإيه تريزيجير تكاس ويأخذ اسبول انتات لا ظلم بصراحة ظلم وظلم يعني مش هيعز اقول يعني انا لو المدين الفاني حتلعب حالعب طبعا وماوت نفسي وبلدي وبتاع والناس سايبة... فتيزيجير في ايه ناحت اليمين ويأخذ القرش ويأخذها من ناحت الشمال ويأخذها من ناحت الشمال قبضو حتى في الحالة اني اجابة النهاردة تلزجيه فعلا مش عارف يتحرك ده مش مكانه يعني وكمان بديتكلم على لعيب يا كابت اسلام رجع من اصابة اصابة قوية جدا وخايف وبتلعبه في مطش اصلا جهدي بدني فيه جامد جدا وكمان هو اصلا ما عاسته مفعله من السعب ما لجع الحمد لله هو لعب بديل عشر دقايق في القراف الدولي معه ومطش ودي فايه المنتالي بتاعتك او ايه العقلية او ايه التفكير ان انت تقول انا اختار تلزجيه تالت بناء على ايه ايه المنطق في الفكرة دي